اشتركوا في القناة وقال كريمو في تصريح لشوفسبور أن مباراية المغرب ومصر تتميز بالقوة والاندفاع بحيث اللاعبين العرب لا يتقبلوا وتلقي الهزمة من جيرانهم مشيران إلى أن المنتخب المصري والمغربي لهم دراية جيدة بمستوى بعضيهما الشيء الذي سيزيد من صعوبتها المباراة تنقلت موقع التواصل الجماعي فيسبوك صور خاصة عن الملعب الذي سيستقبل مباراة المنتخبة المغربية مما الفراعين يوم الأحد المقبل في الساعة 19 مساء برسم ربع نهاي كاسيموم إفريقيا 2017 والذي تحول لبراكيمائية ولا يصلح لإجراء مباراة كرة القدم وحسب المحللين الرياضيين سيكون الملعب بورجينتي أحد العوامل التي ستحرم الجماهير من الفرجة والمتعة خاصة وأن لعبي المنتخبين يتميزان بالتقنيات الفنية لكن لسوء حظهم ستجرى المباراة على أرضيات الملعب من أسوأ الأرضيات في نهايات المنافسة ألغى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جميع البطاقات الصفراء والحمراء التي تلقها لعب المنتخبات المتأهلة لدور ربع نهائي من منافسات كأس أمم إفريقيا 2017 بيالغابون وجاء هذا القرار وفقا لقوانين المنافسة التي تنص على إلغاء البطاقات الصفراء المحصل عليها في الدور الأول حفاظا على تنافسية المنتخبات دون حرمانها من أبرز لعبها وسيكون المنتخب المغربي وللمحدودين بهذا القرار خاصة بعدما تلقي مهدي بنعطية عميد المنتخب المغربي بطاقة صفراء أمام منتخب الفيلة بعد لمسة الكرة باليد إضافة إلى بطاقة ثانية بالغة الأهمية للحريس مونير المحمدي ولاعب وسط الميدان كريم الأحمدي إضافة إلى بطاقة صفراء أخرى للاعب مبارك بصوفة في مباراة الطوغو انتقل النجم الكاميروني سامويليتو إلى نادي أمكار الروسية اليوم الخميس قادما إليه من أنطاليا سبور وجاء هذا التعقد بعد أن فسخ المهاجم عقده منذ شهور مع الفريق التركي وذلك بسبب اتهامه لهم بأنه يتعرض للعنصرية رفقة النادي هذا لو لم يكشف النادي أمكار الروسي عن قيمة ومدة عقد إيتو لحدود الساعة جدير بالذكر أن الكاميروني إيتو سبق له أن تعاقد مع نادي أنجي الروسي بعد تألقه في أنتر ميلان كما سبق وأن دفع عن الواني 11 ناديا من بينهم ريال مدريد برشلونة الإسباني نادي إسبانيول أنتر ميلون تشيلسي وغيرهم بهذا وصلنا لنهاية الموجز نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة